السلام عليكم عرفنا الأربع خطوات الخاصة بعملية الديزاين في الابت تول والتعريفات الأساسية وانخاصة بالسيجمينت أو الخاصة بالنسبة أو اللينك بين المحطات والترانسبيرانت لينك والسيستين ككل الديماند أند الفيرشوال ديماند حيث أن الفيرشوال ديماند هي السيربس ريليشن بورويتش توفالويت بورفورمانس يعني نحن بنستطيع هذه الخدمات تستخدم لعمل إيفالويتشن للبرفورمانس الخاصة بالنتورك كمثال أننا أعمل أوسي إتش بين تو نوتس وأشوف البرفورمانس الخاصة بالأوسي إتش كبت إيرور ريت أو أو إس إن أر باور الليفل وفي النهاية بقدر أحدد البرفورمانس الخاصة بالنتورك بتاعتي من خمال الفيرشوال سيركيس الكرياتد أول ماي نتورك وفي مرحلة عن كرياتشن بيبدأ إنشاء نيو ديزاين ووضع البرامتر الأساسية لهذا الديزاين من اسم النتورك والوصف الخاص بهذه النتورك والكوميشنينج موت بما فيها وحدات القياس إن كانت بالكيلومتر أو مثلا بالميلز والكباسيتي لهذا اللينك بما فيها نتشانل سبيسينج هل هي 100 جيجا هرتز ولا 50 جيجا هرتز وعدد اللمضات بيرلينك هل هي 44 ولا 88 وبعد ذلك يتم الاتجاه إلى الأدفانس برامتر في الأدفانس برامتر بيكون عندي عدد أكبر من الأدفانس برامتر بيتم إتخالها إلى النظام لتحديد الإمبوتس لهذا التصميم بدقة ومثال على ذلك الويفلينث تركر وهو الذي يتتبع الويفلينث ويقوم بقياس الوصف معار والكواليتي لكل ويفلينث وهنا الكباسيتي لكل لين نوع الصايبر وتكنفة الفايبر الفقد لكل كيلومتر البولاريزة موت كوفيشن وحكذا عملية القوست اوبتوميزيشن بتتم أيضا عن طريق الابت تول حيث يتم عمل كومبروميز بين القوست وبين البروفورمانس لو أنا محتاج Very High Performance أكيد أنا أحتاج قوست أعلى ولو أنا محتاج أقلل القوست قليلا هحتاج أن أنا أقلل من البروفورمانس في عملية كومبروميز وعملية أوبتوميز للحصول على أفضل أداء بأفضل قوست فبتتين معينا عملية تحديد النوت هل هي هتكون إيلا هتكون Optical Add Drop Multiplacer الجين تيلت هل هيكون Automatic Dynamic Gain تيلت ولا هيكون Manual Gain تيلت وإحنا عارسين أني لأي Amplifier Nearest للAmplification ولكن هو ما بيقدرش يعمل Amplification لكون النتشانلز بنفس المفضل وأن ذلك لابد من عمل بريمفاصيز في البداية لتقنين قيم النتشانلز اللي هتتكبر بدرجة أكبر وتكبير قيم للشانلز اللي هتتكبر بدرجة أقل فإن جين تيلت أن الامبلفائر وبيتم عن طريق Internal Attenuators أو Internal Dynamic Attenuators ممكن يتم بطريقة Manual لأنا بغير Variable Attenuators Manually أو أنا بغير Invariable Attenuators بشكل Dynal الامبلفكيشن هيتم عند الترانسميت ولا هيتم عند الريسيف ولا هيتم عند كليهما الترانسبوندر موعيته في الـ High Performance أيضا سيتم وضع جميع هذه المدخنات في الأتبار والمتطلبات اللي عندي زي جوزية الامبلفكيشن هيكون في الإنجرس إجرس choice of amplifier عندي أكتر من نوع من أنواع الامبلفائر الـ Default اللي أنا ممكن أستخدمه الترانسبوندر اللي ممكن أستخدمه هنا عملية تحديد الإكويبمنت وعندي أوبشن كتير أنا أحدد نوعية الساب راك وزي ما حضراتكو شايفين نوعية التري نفسها الخاصة بالـ Fiber الـ Attenuation Flex Shelf وعن هو إتسي راك ولا نان إتسي الشينف كفر Extended شينف كفر يعني في برامنترز كتيرا بيتم تحديدها لأن أنا هتوقف عن هذا التحديد عملية الـ Optimization وهتوقف عليها الـ Coast عن حاص بالنظة هنا أأتي للـ Segment Type وزي ما عرفنا السيجمنت فوق أن السيجمنت هي الرابط بين اتنين نودز أو بين محططين فهو اللينك الذي يربط to equipment ببعض والفرق بينه وبين الـ Span إن الـ Span ممكن يكون بينهم I, L, A in between وفي هنا ADM وهنا ADM وده يعتبر سيجمنت وده يعتبر سيجمنت في السيجمنت في السيجمنت بالتأكيد أبحث اسم السيجمنت عندي وبضيف الـ Distance وده جزء مهم جداً أنا أهم حاكي في السيجمنت عندي لأن أنا أعرف اللينث بتاع السيجمنت وهنا طبعاً هو بيحسب لي الـ Attenuation وبيحسب لي الـ بالمرأز يدموت Dispersion بالـ Pico Second وبيحسب لي الـ Dispersion الـ Chromatic Dispersion بيكون ساكد نانوميتر وبيحسب لي الـ Dispersion بسلوب عندي وعكذا بيعمل لي كل الـ Calculations إنما محتاجها بشكل أوتومال في الـ Table ده بنلاقي كل السيجمنت التي تم تحديدها وتم تعريفها داخل النظام بكل الـ Parameters الخاصة بها في النهاية بنصل لعملية Trail and Service Creation وفي Trail and Service Creation بيتم تحديد نوعية التريل زي ما افنا عارفين قبل كده إنه هو مثلاً Protected ولا Un-Protected والـ Source Site والـ Destination Site والـ Channels Required هل أنا هستخدم Total Number of Networked Channels وإنه هستخدم جزء من هذه الـ Networked Channels وبالتابعية عند السيرفز بيتم عمل تعريفات شبيهة بالـ Trail لكن لازم نلاحظ إنه Trail يعتبر Infra Structure يعني التريل بيحمل أكثر من سيرفز قد يحمل وان سيرفز أو قد يحمل أكثر من سيرفز according to the bandwidth required لهذه السيرفز ولذلك تلاحظ هنا عندنا في السيرفز أنا حددت نوع الـ Data بتاعتيه بدقة وحددت نوع الـ Interface فهنا السيرفز بيتحدد فيها نوعية الخدمة بدقة لإنه هي تربط مع Customer لكن التريل هيكون عليه أكثر من خدمة أو قد يكون عليه خدمة واحدة مهمة عندي إنه هو بيعتمد على الـ Channel أو الـ O2U في أجهزة نوكيا DW انتهينا من عملية الكريد ودخمت كل بـ Data Inputs إنه أنا عايزها ودخمت كل السيجمنتس وكل الإكويبمنت وكل الفايبر وكل التريلز إنه أنا محتاجها أو كل السيرفز اللي أنا محتاجها نوصل لمرحلة Run and Fix Error لإنه لازم أتأكد إن الـ Design عبارة عن Feasible Design Feasible Design يعني قابل للتطبيق وقابل للـ Implementation بدون أي error فهيتم عمل Run من الـ Design ويبدأ النظام يديه لرسالة يقول لي إنه هو رانينج حاليا ولو الـ Design في خطأ هيديني رسالة خطأ وإنه في حاجة فيها مشكلة بعد ما أحل المشكلة ديت وأعمل Run مرة تانية يقول لي الـ Design Automation Successful ومن خلال هذه الـ Windows هقدر أشوف المشكلة اللي عندي وعمل لها View وابدأ أحللها لو كان فيه OCH معمول لها Creation على Buff خاطئ أو Trail أو Service معمول لها Creation على Buff خاطئ أو كارت وضيف بشكل خاطئ أو فيه مشكلة أو نقف أحد قرون الـ WSS فطبعا في الحانة دي أنا هبدأ أغير في الـ Design وعدل فيه وارجع أعمل Run للـ System بتاعي في مرحلة الـ Validation واتأكد إن كل الـ Parameters وكل الـ Output سليمة عندي انتهينا من عملية الـ Creation للـ Network انتهينا من عملية الـ Run وانتهينا من عملية الـ Validation ندخل لمرحلة Routing Details بحيث نتأكد من كل الـ Roots الكرياتد والـ Service الكرياتد عندي بكل بساطة أنا بروح من Fiber أو السيجمنت اللي عندي وبشوء السيروسيس بيتظهرني Window بهذا الشكل من خلال هذه الـ Window ومن خلال السيروس أيتم بضغط عليه بيبدأ شو الـ Roots أو الـ Roots وقرد مهمو شو الـ Roots بيبدأ يظهرني الـ Roots بهذه الطريقة أو Roots بهذه الطريقة وبنشوف الـ Trains إن أنا عملت لها Creation وبشوف السيروسيس إن أنا عملت لها Creation بين أي سايت وبين أي سايت وبين أي سايت وعن هي Protected أو Un-Protected According to the Inputs إن أنا أدخلتها للمظام وأنا نلاحظ إن الـ Roots عندي بتقسم للونين لون أخضر Green ولون إرقواني أو يعني يمين للموف أو البنسيجي أو Burble فلون Burble ده بيدينا Indication للProtection Roots واللون الأخضر بيدينا Indication للمين Roots إن أنا أدخلتها للنظام سابقا وأنا عملت عليه Invalidation بعد ذلك ولا ننسى شيء مهم جدا بعد أتأكد من الـ Roots اللي قمت بعملها وعملت لها Creation إن أنا أتأكد من حاجة مهمة جدا أنا وهي الـ Performance يعني مثلا أنا عندي Roots النار هنا ده في السورس وفي الـ Destination 17.005 وهنا Roots النار في السورس 7.93 وهنا 7.9 فطبعا الـ Degradation في Roots النار مش كبير ولكن نازم نلاحظ حاجة إن Roots النار عندي وخاصة في الـ 100G نابد أن أقل عن 16 dB حتى لا يؤثر على الخدمات ويقلل من الـ Q فاكتور عندي أو يؤدي إلى زيادة الـ Bit أو الـ Rate عن المعدل المطلوب فمن خلال الـ Windows الخاصة بالـ Performance بقدر أتأكد إن بالفعل الترينز عندي تم إنشاه على القنوات المطلوبة وبتأكد من الـ OSNR وبتأكد من إن هي إن جود كواليتي وطبعا ده من خلال عملية السيميوليشن لكن في الواقع قد تختلف بعض الشيء نختلاف البرامترز الحقيقية المتواجدة على هذا الـ Link وفي هذه الحالة يتم إدخال البرامترز مرة أخرى على الـ EBT أو الـ Engineering Planning Tool للتأكد من سلامة الخدمات وقدرة الـ Network على حمل الخدمات بدون أخطاء إلى هنا نصل لنهاية حلقة اليوم أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته